في شيء ينزل في سنابي ما هو مية بالمية أنا متأكدة منه وأنا عاجبني سواء عن إعلان أو نصيحة الآن أنت لو حتتفعلي مليون تقولي صوري لي هذا الكب ونزلي عندك إعلان رح أرجع لك المليون حقتك وأقول لك ما ناسبني حتى مليون بترفضي طبعا وأكثر من مليون المليون يعتبر رقم قليل في مجالي ليش ما استكثروا أنت طبعا مليون قليل في مجالي طبعا الأعلان تبعك أغلى من مليون ريال أكيد طبعا في إعلانات مختلفة أنت تبتأخذ إعلان واحد أنت إيش الشركة إيش الشركة هل هي شركة عالمية هل هي شركة ناشئة هل أنت تبتأخذ معايا عاقد هل أنت تبتأخذ معايا أعلان بس صراحة مروج بحصر في مبالغة يعني هل هذه الأرقام اللي عم تنكب يعني من المؤثرات والمؤثرين أرقام خيالية ولا تمتقلها في أرقام خيالية مليون بالمئة أنا معاك بس تليل الإعلان مليون ريال ولكن أكيد أكيد في إعلان بمليون أجل أي أعلان أخذت عليه مليون ريال ما حب أتكلم عن تفاصيل الشركات اللي بتعامل معاها ولكن مالك أنا غير إعلاناتي أما بيزنس وومن فأنت لما تتكلم معايا مليون it's nothing it's nothing for me it's nothing مليون ريال it's nothing for you يعني مليون ريال يعني رقم كتير صغير بالنسبة طبعا أنا ما أقلل من القيمة لا بالعكس ولكن بالنسبة لوضعي المالي الحمد لله أكيد أش يعني مليون لا تطالع فيني زي كذا ليش؟ كذا لا تطالع طيب قلت مليون بالنسبة ليك ما بتخافي من الحسد يعني أنت طالعة من بيئة بما أني طالعة في الميديا أكيد يعني شوف الحسد موجود أؤمن أكيد طبعا هذا شيء مذكور مليون بالمئة بس الحمد لله أنا محافظة على أذكاري والحمد لله بتحسن وبسلي وأموري كلها تمام وأنا ما أحب أنه أنا أكون موسوسة لا 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 يحسدوني لا بس فيك مشان ما يحسدوك وأكيد ممكن ممكن أكون من جد محسودة بس أنا مني عارفة طيب فيك مشان تجنب عين الحسود فيك ما تقولي الأرقام اليوم حيث صار في مزيدات أنه خليني أنا كبأ أرقام إن كان من رجال مؤثرين أو بلوغرز وصانعين محتوى واني سيقب وخلين كبأ أرقام خليين كبأ أرقام كرميل بس يصير في بز حوالينا ونروح ترند ونحنا مناخد أسعار ممكن كرمال يعلق قيمتها أو مزبوط هذا الشيء أنا ما أعارض عليه ولكن هذا مو شيء لي طيب في في ما بدي إلك يعني اتهام ولكن في بعض الناس عم بقولوا مروج اللي بتعمله تسطح من المرأة يعني المرأة بالنسبة لمروج صارت شكل جميل وتجميل فقط المرأة هي مكان آخر المرأة اليوم هي المرأة المكافحة المرأة الأم المرأة العاملة المرأة الدارسة مش المرأة يلي بتهتم بجميلة كل الوقت واللي بتفرجي فقط جميلة في تسطيح للمرأة لما تسألتني مين مروج الرحالي إش عرفت بأول حاجة بشهادة الجامعية أنا مع الدراسة مية بالمية لازم الشخص يدرس يعني إلين يتخرج وياخد شهادة مليون بالمية هذا شيء صحيح وعلى فكرة شهادتي أنا اللي أتخرجت منها إدارة صحية جاتني فترة أشتغلت فيها في عيادات